وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام النفس اللي همها عالية الجسد يتعب عليها ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم تدخل عليه عائشة ويدخل عليه بلال يقوم الليل حتى تتفطر قدمه ليش؟ لأنه عنده هم عالي ما يهمه؟ الرجل تتشقق؟ الدم يسيل؟ الرباعية تكسر؟ الوجه يشج؟ كل هذا ما يهم أنا وراي جنة عرضها السماوات والأرض من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألئن سلعة الله غالية؟ ألئن سلعة الله الجنة؟ إذا قالوا لك أين تريد أن تصل بالطريق؟ قل أريد القمة أنا ما أرضى بالوسط أنا ما أرضى بالدون أنا لن أقبل إلا بالقمة ولهذا إذا سألتم الله فاسألوه شنو؟ فردوس لا تطلب أي جنة أطلب الفردوس أعلى مكان قال فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة قال وأوسط الجنة ومنه تفجر الأنهار وفوقه وسقفه عرش الرحمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ما تقول أنا أبي ثلدوس وأنت جالس أحد الصحابة وضع النبي صلى الله عليه وسلم صب له الوضوء فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال له سلني سلني ما تريد أطلب ألي تبيه وهذا رسول الله يعني لو طلب من ربي لا أجابه الله لو أي إنسان ربما يطلب جبالا من ذهب وربما يتزوج حبيبة له أقل شيء أقل شيء يعني لو تجاوز قال أبي أدخل الجنة لا الرجل ذكي تقول طلب الفردوس على مكان في الجنة لا أذكى شنو بعد الفردوس أراد أفضل مكان داخل الفردوس وين قال أسألك مرافقتك في الجنة أفضل مكان أكيد أنت وما تروحكم معك شفت الذكاء الصحابة قال إذن إذا تبيه هذا المكان العالي هذه القمة أعني على نفسك بكثرة السجود إذا كنت في أمر مرومي فلا تقنع بما دون النجوم إذا تبيه توصل لأمر لا تطلب بأقل من النجوم خل همتك أن تصل للنجوم إذا كنت في أمر مرومي إذا تبيه تطلب أطلب العالي إذا كنت في أمر مرومي فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم نفس الشيء ترى بيصير الموت هنا أو لا هنا هو الموت واحد إذا أردت أن تطلب فاطلب أعلى الأمور ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم الواحد فيهم يتقدم في المعركة كأنس وهو يقول إني أجد رحى الجنة دون أحد قال إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة لا تيأس إذا أردت القمة إذا أردت أعلى المراتب لا تيأس لا تحاول مرة وتفشل مرتين وتفشل وتجلس وأسمع لي هذه القصة لرجل اسمه تيمور لنك سمعتم به قائد فعل ما فعل هذا الرجل بس أضرب لك الشاهد على قصته شوف المثل مثل للإنسان الذي يريد أن يصل سواء حق ولا باطل يبي يوصل لشيء مو من أول مرة يعجز فشل مرة وجلس في بيته لا 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 يبي يصل للقمة حتى لو سقط مرة ثانية لو سقط مرة ثالثة لو سقط مرة رابعة مرة عشرين لن توصل إذا أردت القمة لا ترضى بأقل منها تيمور لنك كانت عنده جيش كان عنده جيش انكسر الجيش انهزم ففر الناس تفرق الجيش هرب وين راح دخل إلى مغارة في جبل هرب من الناس دخل في المغارة وجلس وهو حزير منكسر شلون جيش ينهزم فإذا به وهو مستلقي شاف نملة نملة تصعد على الجدار صعدت 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 توها تبي توصل كانت طيح صعدت مرة ثانية بدأ تيمور لنك يعد لها مرة ثانية قربت تبي توصل سقطت مرة ثالثة المرة الرابعة المرة ستعش وطيح وما تمل المرة رقم سبع تعش وصلت فتعلم منها درسا قال نملة نملة تصبر سبع عشرة مرة حتى وصلت وأنا رجل ما أصبر سبع تعش مرة فرتب الجيش مرة ثانية وقال لهم سنقتحم مرة ثانية وفعلا جمع الجيش بالمرة الثانية لأن عنده إرادة قوية وصل وانتصر لا تيأس من أول محاولة ولا من ثاني محاولة ولا من ثالث محاولة ابدأ واعزم فإذا عزمت فتوكل على الله تريد القدوة اجعل لك القدوة أعلى المراتب في الأرض من هم أفضل الناس من أفضل الناس في الأرض الرسل الله عز وجل يبينا مو بس الرسل أفضل الرسل من أولو العزم فاصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل اصبر طريق طويل طريق شاق الخواف يظل طول عمره تحت الجبان طول عمره جالس ما رح يصعد ما رح يرقى الجبال وما يتهيب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر اللي جالس طول عمره يخاف أن يرقى جبلا أو أنه يتجاوز نهرا أو أنه يجرب أي محاولة هذا الجبان الخواف رح يعيش طول عمره بالحفر لكن الشجاع سوف يصل إلى القمة ولو بعد حين ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر كن شجاعا هذا أبو بكر الصديق نضي الله عنه أبو بكر الصديق بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت الأعراب العرب كلها ارتدت وخاف أهل المدينة اعتعى لأنفسهم إلى درجة أن بعض أهل المدينة من الصحابة كان الواحد خايف على أهل بيته خلاص العرب رموهم عن قوس واحدة كل الناس حول المدينة ارتدوا إلا من رحم الله وأرادوا غزو المدينة وكان في المدينة جيش فيه كبار وأبطال الصحابة بقيادة من؟ أسامة لم يسر كان يفترض أن يسير قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم مات النبي جلس فجاء أبو بكر قال للجيش جيش أسامة انطلق فجاء الصحابة ماذا تصنع يا أبا بكر احنا ما نستطيع نحمي أنفسنا الآن من الناس اللي ارتدت وأنت تسير الجيش إلى الشام قال لا أوقف جيشا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإرساله مستحيل هذا النبي أمر بإرساله قالوا يا أبا بكر ماذا تصنع؟ قال والله لأنفذن أمر رسول الله وفعلا سار الجيش فيه كبار الصحابة أقوياء الصحابة شيء اللي صار عند الأعراب كلهم خافوا من المدينة قالوا أي أمة هذه في هذا الوضع تسير جيشا تقاتل الروم إنها لأمة قوية فارتعب الناس كلهم وجلسوا شوف ذكاء أبو بكر ثم حمل السلاح قال نقاتل قال تقاتل من يا أبا بكر بكر فكر بالقمة ما يفكر بمن دونها قالوا تقاتل من يا أبا بكر قال أقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة كل من منع الزكاة أقاتله قالوا من معك يا أبا بكر من سيقاتل معك يا أبا بكر قال والله لأقاتلنهم الوحدي بروحي حتى تنفرد سالفتي حتى يخرج رأسي من كتفي سأقاتل والله لو تركني الناس جميعا وفعلا اجتمع الناس حوله وكسر شوكة البرتدين لو لا وقفت أبا بكر أبي بكر في ذلك الوقت لربما ضاع المسلمون لكن رجل مثل أبي بكر ما يتهيى بصعود الجبال ومن يتهيى بصعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر شنو همك؟ شنو هدفك بالحياة؟ شنو بتصوير؟ قل حق نفسك أنا ما رح أقبل إلا بالقمة أنا ما رح أقبل بأي شيء في واحد اسمه كافور الأخشيدي كافور الأخشيدي عنده صاحب هو عبد وعنده صاحب عبد يباع ويشترى يبيعونه بالأسواق في سوق مصر كافور جالس مربوط وجنب صاحبه المملوك الثاني هم مربوط فينتظرون واحد يجي يشتريهم كل واحد ينتظر من يشتريه عبيد يباعون يشترون فكافور يسأل صاحبه يقول ماذا تتمنى الآن؟ من تتمنى يشتريك؟ وشنو تتمنى تصير؟ فصاحبه يقول أنا أتمنى أن يشتريني رجل لأعمل له طباخا ودي واحد يشتريني يحطي طباخ قال ليش؟ قال عشان إذا جعت وأكلت شوف التفكير تفكير ببطنة هذا بس ما يتجاوز أكل أو شرب ترى في كثيرين مثل هذين هم ببطنة بس قال وأنت يا كافور من تريد أن يشتريك؟ شنو همك بالحياة؟ قال أنا أريد أن أملك مصر كلها وهو عبد يباعي وشترى فضحك عليه صاحبه مجنون هذا اشتراه قائد وكان قويا كافور فلما وثق به قائد من قادات مصر وثق به سلمه جيشا وصار قائدا على الجيش وارتقى به الحال حتى صار نائبا للوالي ولما مات الوالي ما وجد أحدا يوليه مصر مثل كافور فصار واليا على مصر وملك مصر والشام وبلاد الحرمين وتمر الأيام وتمر الأيام وتمر السنين وإذا بكافور يوم من الأيام مع جيشه يمر على رجل فقير مسكين عبد يشتغل في الطبخ منه صاحب الأول فقال لأصحابه أرأيتم هذا؟ وقال لهم القصة قال أما هذا فقعدت به همته اللي صار أن هم كان واطي فصار في هذا العمل الواطي لو كان هم عالي لو وصل إلى هذا المكان العالي قل لي ما همتك أقول لك من أنت وماذا ستكون من أراد أن ينظر إلى وجه الله عز وجل فليعمل من أراد الفردوس الأعلى فليعمل من أراد طلب العلم فليعمل مثل ما كان بعضهم سئل من أين لك هذا العلم كله؟ قال بكور كبكور الغراب وسير في الأرض سهر وسير وعمل البخاري عشرين مرة يستيقظ في ليلته عشرين مرة تدري ما يسوي؟ عشرين مرة يستيقظ يشب السراج السراج صعب ومثل حنا الإضاءة عشرين مرة يشعل السراج ينير الغرفة يحط القلم بالمحبرة شفت القلم بالمحبرة شو صعب؟ علشان يتبلل يكتب كلمة كلمة يأتي بالورقة يكتب خاطرة خطرت له وهو على فراشه عشرين مرة بليلة واحدة يكتب عشرين خاطرة لهذا صار الإمام البخاري تريد القمة وانت نايم؟ تريد القمة وانت جالس؟ تريد القمة بلا تخطيط بلا هدف بلا حرص على الوقت يعني أنا أستغرب بالإنسان يريد القمة ووقت ضايع سمعتم؟ اسمع لي قصة هذا الغلام الغلام دخل في القرن التاسع عشر الميلادي في أمريكا دخل للمدرسة لكن للأسف كان تفكيرا ضعيف يعني حنا نسميه اليوم في غباء يسأل أسئلة غبية في المدرسة ضعيف تأذى منه المعلمون لأنه ما يعرف شيء طردوا قبل مئة وستين سنة تقريبا طردوا من المدرسة أم كانت مثقفة ازعلت على ولدها فجلست في الميت تدرس بروحها طرد من امتدائي قامت الدرسة 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 الكتب العربي الرياضيات عفوا الانجليزي الرياضيات الكيميا الفيزييا كل مواد العلمية بدت الدرسة درس الغلام بأمريكا وقام يشتغل لأن أمه بروحها يروح وين يروح محطات القطار يبيع لهم مجلات يبيع مجلات ياخذ فلوس يصرف على أمه مرت به الأيام هذا الغلام قام يشوف الناس شلون يشتغلون بالتليغراف قبل توصيل الرسائل بالتليغراف أعجب بوضع التليغراف صار موظف عندهم وقام يستغرب شلون التليغراف هذا تذكرون اللي شافه فيلام القديمة بالأصوات كل كم طقه يعني حرف ويوصلون التليغراف من بلد إلى بلد هذا وسيلة التصال الوحيدة عندهم واستغرب شلون الجهاز هذا العظيم اشتغل عندهم يصرف على أمه أمه مريضت أمه مريضت فجاب لها الطبيب وقال الطبيب لازم عملية لأمك طيب سألها العملية قال الحين بالليل ما نقدر ليش ما تقدر قال السراج ما يكفي السراج ما رح يضيء ما في كهرباء والسراج ما رح يكفي للعملية ننتظر حتى الصباح قال أمي يمكن تموت قال شنزوي ما في حل فجلس هذا الغلام طوال الليل مقهور على أمه ليش البشر والعالم ما عنده شيء يضيء الظلام هذا فعزم إلا أكتشف شيء ينير للناس الظلام هذا الولد الغبي فسوى تجارب أكثر من تسعمية تجربة كلها فاشلة كلما يسوى تجربة تفشل والتجربة في أدوات وكلما يسوى تجربة تفشل أكثر من تسعمية مرة في النهاية اختراع اختراعا غير العالم كله شنو اختراعا المصبح توماس أديسون غير الدنيا اليوم أنت اليوم جالسين بالخيمة وهذه المصابيح اللي قعد ضيئ لنا شفتوها ترى هذا الغلام اللي كان في المدرسة فاشل بتسعمية محاولة حصل على اليبي احنا الواحد فينا يمكن لو من أول مرة يقرأ الكتاب ما القط الكتاب يا أخي حاول مرة ثانية حاول مرة ثالثة حاول مرة رابعة حتى حفظ القرآن قد ما تفلح من أول مرة قد ما تنجح من أول محاولة قد تكون أول دورة لك أصعب وأفشل دورة لكن كمل إذا أردت أن تصير عالما تقدر تصير عالم وإذا أردت أن تصبح داعية تستطيع أن تصبح داعية وإذا أردت أن تغير العالم تقدر تغير العالم لكن هل تستمر هل عندك الهم هل عندك القوة أحمد ياسين هذا الرجل البطل اللي ما فكر إلا بالقمة شل الرجل جلس على كرسي يسحب ويوم من الأيام هددوه بالقتل فضحك قال يخيفوننا بالموت ونحن نطلب الشهادة أصلا يخوفوننا بالموت كيف يخوفوننا بالموت ونحن أصلا ما نطلب إلا الشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم أصحابه على الوصول للقمة يوم من الأيام في معركة بدر قال لهم قوموا وين رايحين يا رسول الله إلى جنة عرضها السماوات فوق فوق روحوا للجنة اللي يدخل للجنة يدخل فإذا برجل من الصحابة يقول بخن بخن يا رسول الله قال ما هملك على قولك بخن بخن قال إلا أرجو أن أكون من أهلها بيودي أن أكون من أهل الجنة قال إنك من أهلها تخيل واحد على الأرض يمشي وهو مكتوب لمنه من أهل الجنة شحق يعيش قال إنها حياة طويلة أن أكل هذه التمرات رماها رماها وتقدم تدري من الأشياء لتمنعك عن وصول القمة أحياناً بعض الشهوات والمعاصي واحد متعلق ببنت أو يموت على الأغاني أو ينام على الصلاة هذا وين يوصل القمة؟ هذا ما يستطيع تجاوز خطوة الذي علق قلبه بالذنوب والمعاصي ما يصل للقمة أبداً من أراد أن يصل للقمة يرمي الشهوات وراء ظهره سمعتم برجل اسمه عبد الرحمن الداخل عند لقب يسمى سقر قريش هذا لقبه به أظن أبو جعفر المنصور أو غيره سقر قريش يسمى والسقر ما ينزل على أي شيء وما يطير في أي مكان سقر قريش عبد الرحمن الداخل كل الدولة العباسية كانت تطلبه شفت هذا الرجل؟ دولة كاملة تدور عليه ما أقدر عليه وين رح؟ رح المغرب وصل للمغرب فلما وصل أهل المغرب عرضوا له الحماية اشتبي عبد الرحمن الحماية نعطيك إياها قال والله لا أريد منكم حماية أنا ما بحماية أنا عندي هم أعلى من الحماية هذه اجلس نحميك من القتل ما هم من القتل أصلا أنا عندي هم أعلى وين رايح؟ رايح للأندلس وفعلا تجاوز البحر إلى الأندلس فلما وصل للأندلس أجلسوه يعرفون منه عبد الرحمن الداخل يا أخوان ترى في بشر معادين في ناس معادين ترى تعرف أن هذا برحب ألف لو ألف رجل ما يصلون لمقدار أصلا هذا الرجل لما وصل للأندلس أجلسوه وضيفوه وأهدوه جارية يبوني يوهنون من عزيمته فأعطوه جارية أحيانا شهوات الدنيا تهن العزم فلما نظر إليه كانت أجمل جارية جابوها له من أندلس فلما نظر إليها قال والله إنك من القلب والعين بمكان يعني العين والقلب تشتاق إلى واحدة مثل هذه لكن أنا همتي عالية عندي همة كبيرة فإن أخذتك وإن شغلت بهمتي عنك ظلمتك وإن انشغلت بك عن همتي ظلمت همتي لا حاجة لي بك الآن واخروها عني أنا عندي هم أعلى وأسس دولته إنه عبد الرحمن الداخل إنه سقر قريش أسمعتم برجل اسمه عبد الرحمن سميت دكتور أظن أكثر الحاضرين سمع به راح إلى أفريقيا ما يملك إلا نفسه ماكو شي ذهب يستطلع قبل عشرات السنين فإذا به يدخل إلى قار عظيم لا يعمل فيها إلا المنصرون بس النصارى يعملون عملهم وتنفق عليهم مليارات وقرى كاملة كانت مسلمة تحولت إلى النصرانية قرى كاملة مدن والمسلمون مستضعفون والفقر قتل الناس فقال بنفسه سوف أعمل في هذه القارة بروحك يا عبد الرحمن اشتري تسوي شوفوا الآن وهو على فراش المرض تدرون أنه مريض تدري كم إنسان دخل في الإسلام بسببه أكثر من عشر مليون إنسان أكثر من عشر مليون إنسان هذا ما فكر تحت فكر في القمة هذا هذا يتمنى الآن لو يقوم من فراشه ليكمل طريقه وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام أحيانا الهمة العالية الجسم يتعب عليها الجسم ما يتحمل سئل الإمام أحمد متى يذوق العبد طعم الراحة متى يذوق العبد يعني العبد المؤمن ما يرتاح بالدنيا متى يذوق المؤمن طعم الراحة قال عند أول قدم يطأها في الجنة هناك وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سارع إلى جنة عظيمة إن الله يحب معالي الأمور حديث هذا في صحيح الجامع إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها لو تسأل بعض الناس شنو هدفك في الحياة ترى شيء فشل بعض الناس شنو تبي توصل والله كلام تافح بعض المقابلات في التلفزيون يسألون بعض الناس أنا ودي أصير مغني أنا ودي أصير نجمة أنا ودي أني أكون لاعب طيب وبعدين هذه القمة جلست أنا مع فاروق زومان أحد الإخوة السعوديين أول شاب سعودي يرقى قمة إذرست سمعتوا فيها؟ قمة إذرست أعلى نقطة أو قمة في العالم في الأرض وإي واحد يصعد ترى شروط شروط صحية لازم جسمك ولا تموت وكثيرون ماتوا بالطريق ماتوا ماتوا في ناس تموت وفي ناس ما تكمل القلة اللي يصعدون بس لو يروحون مئة يمكن يوصلون عشرة بس صعب وتدريب شهور يقول حتى يوم من الأيام كنت في أحد الدكاكين في البلاد أستطلع الوضع أبي أصعد القمة يقول رأاني واحد من الأجانب قال لي أنت من وين جاي؟ قال من السعودية قال وين السعودية؟ فلما أخبرته في الجزيرة العربية وكذا قال أنتم اللي درجة الحرارة عندكم خمسين درجة؟ قال لا نعم قال لا تفكر توصل جسمك ما راي تحمل لأن هناك أظن خمسين تحت الصفر يعني يوصل الأكسجين ما في أكسجين نفس الأرض يقول لما قال لي هذه الكلمات زادت همتي أكثر في ناس عنده حب تحدي دام أنك ماشي صح ما عليك من المثبتين أوصل أنا هدفي أن أصلح الدنيا تصلح الدنيا أمش في هذا الطريق يقول تدبرت يقول ليش كانت نيتك تصل قال تدري ليش؟ كنت أنوي أن أعمل عملا ما حد سواه قبلي في عرب قبلك وصلوا واش تبت سوي؟ في مسلمين قبلك وصلوا واش تبت سوي؟ قال لا 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 ما حد وصل إلى قمة إبنست أؤذن أنا أريد أن أؤذن في مكان ما أذن فيه بشر لآتي يوم القيامة فأقول يا رب أذنت في أعلى بقعة على وجه الأرض إذا كان بلال أول من أذن فأنا أول من أذنت في أعلى بقعة على وجه الأرض وفعل الرجل تدري شنو الصعوبة اللي مر فيها؟ تدري شنو التحبيط اللي صار فيه؟ تدري شنو الخذلان اللي مر عليه؟ لكنه في النهاية وصل من مجموعة قليلة الغالبية ما وصلوا وصل عند الصور وهو يؤذن في أعلى بقعة على وجه الأرض إذا كنت في أمر مروم فلا تقنع بما دون النجوم إذا أردت فكر في أعلى أمر في أعلى مكان لا تقول ما أستطيع لا تقول الأمر صعب لا تقول ما أقدر لا تقول ما أحد يساعدني اشتبي بالناس كن عصاميا من العصامي؟ العصامي الذي يعتمد على نفسه بعد الله عز وجل بس لا تقول الناس لا تقول فلان لا تقول يعينوني مالك شغل بأحد أنت إذا أردت أن تصل تستطيع أن تصل ولو لوحدك لا وقت للراحة ديننا دين عزم وجد وكان النبس صلى الله عليه وسلم يستعيد بالله من العجز ومن الكسل اللهم إني أعوذ بك في دعائه اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل اسمع لهذا الرجل أحد الإعلاميين يقول جئت إلى قرية يقول لما وصلت للقرية صلينا قرية بعيد هجرة من الهجر يقول صلينا في مسجد يعني بسيط قديم المسجد يقول بعد الصلاة وحنا طالعين شفنا حبل مربوط في المسجد حبل يقطع المسجد بره المسجد وبعيد رايح يقول سألت بعض الناس قلت لهم شنو هذا الحبل قالوا لها ما تدري قال ما أدري أنا غريب جايكم قال أتبع وشوف يقول أنا وصاحبي مسكنا الحبل ونتبع نتبع الحبل نتبع الحبل نتبع الحبل وبعيد ومربوط كل شوية مكانه ويكمل شوي مربوط بمكانه ويكمل مربوط على الشجار وبين الشجار وطلعنا على طراف القرية وصلنا يقول لين وصلنا إلى غرفة قديمة وفيها دورة مياه يقول استغربنا ولا في رجال سابقنا ودش بالغرفة دخلنا نسأل طقين الباب قال حياكم تفضلوا شايب يقول عمره يمكن بالتسعين سلمنا عليه فإذا به أعمى ما يبصر سألناه قلنا يا حجي يا شيخ شنو هذا الحبل قال هذا الحبل خارج القرية يقول ربطته منذ سنين لأنه ليس لقائد يقودني إلى المسجد في برده وحره أعمى ما عنده أحد من خارج القرية يأتي إلى المسجد كل يوم خمس صلوات في اليوم والليلة تخيل بالحبل يمشي في الليل في الحر في البرد لا تفوته الصلاة أبدا قال هذه كانت لأخي أنا ويا أخي عميان يقول توفى الله عز وجل أخي وبقيت أنا وأنا أمشي على هذا الحبل طوال هذه السنين لأصل إلى بيت الله عز وجل فأصلي فيه وبعض الأصحاء اليوم المسجد جن بيته ويؤذن المؤذن وربما يأتي إلى الصلاة كسلان وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس صاحب الهمة العالية من يريد أن يصد إلى القمة ما يرضى لا بالصف الأول قال لو يعلموا الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلموا الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا تخيل الصف الأول لو ما فيه إلا مكان جئت أنت وصاحبك تركضون للصف الأول تمشون وصلتوا مع بعض تتنازل لا يقول الحديث لو الناس يعرفون أجر الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا قرعة لا استهموا الصف الأول هذه جماعة الناس جالسة وراء والمؤذن يقيم وناطرين الصف الأول يخلص عشان يصلون في الصف الثاني شفت الهمم الدنيا يفترض الناس تتسابق إلى الصف الأول وتتقاتل عليه أصلا وبعض الناس اليوم جالس هذا إذا صلى جماعة أصلا وينتظر من يصلي بالصف الأول أن أين همتك العالية أين الهمة الكبيرة أول العمل هم وينتهي بهمة الهم قبل الهمة ترى يهتم الإنسان ثم يصل عنده هم عالية ثم يصل إلى القمة لكن أين أصحاب الهمم يقول علي بن حسن بن شقيق يقول كنت مع عبد الله بن مبارك ليلة في ليلة باردة مثل الليلة شوف البرد في ليالي أبرد بعد في المدينة هما يقول كنت معه في ليلة باردة شديدة البرودة يقول صلينا العشاء وخرجت معه أتذاكر معه العلم عنده مساء العلمية بعد صلاة متى العشاء والبرد يعني اشتلل طويل يقول فجلست معه عند الباب واكفين أتذاكر معه العلم تدري ما تخلصوا يقول فمن تهينا إلا والمؤذن يؤذن الصبح تخيل من بعد صلاة العشاء واكفين نسوا نفسهم يمكن عشر ساعات وهم واكفين يتذاكرون العلم شوف العنده هم عالية الألباني رحمه الله الألباني أحيانا كان يريد عنده في المكتب الظاهرية أحيانا يريد أن يبحث عن حديث في كتاب وبعض الكتب عالية يصعد لها بالسلم فيرقى السلم ويأخذ الكتاب وهو يبحث عن الحديث يدخل في بحوث ثانية ويدخل به العلم ويبحر 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 ويظل على السلم كم ساعة لين تغلق المكتب أو هو على هذه الحال يجري الساعات طويل ينسى نفسه ينسى أكله ينسى نومه تدري ليش لأنه صاعد للقمة ما يهم التعب اللي قاعد يطالع فوق ويبيصل للقمة يا أخوان ما يبالي بالتعب تدري مثل الإنسان لما يصعد الجبل إذا وقف صعب لازم يكمل لازم يكمل لازم يكمل حتى إذا وصل بعدين ارتاح الآن لا وقت للراحة يقول أحدهم يقول دين فيه وسارع إلى مغفرة من ربكم دين فيه فإذا عزمت فتوكل على الله دين فيه فإذا فرغت فانصب دين فيه خذ الكتاب بقوة لا مجال فيه لأتباع عاجزين كسالا هذا دين يبي أهل الهمة يبي أهل النشاط ليس فقط هذا يعني في ديننا ترى في كل الناس كل الأمم في أصحاب قمم وللأسف بعض الناس تقاعست بهم الهمم اسمعوا لمرأة فتاة هذه الفتاة في أمريكا أيضا أول ما ولدت أصيبت بالتهاب في الدماغ التهاب في الدماغ أصيبت بعدها مباشرة بالعمى والصمم ما طولت كم سنة وصارت ما تشوف ولا تسمع تخيل إنسان لا يشوف ولا يسمع شو راح يسوي بحياتها هذا لما كملت 14 سنة دخلوها مدرسة خاصة للصوم لما كملت 14 سنة قالت حق صاحباتها قالت أنا راح أدرس في أفضل جامعة ضحكوا عليها اللي صاحي ما يقدر يوصل إلى أفضل جامعة أنت وين وأفضل جامعة وين تفوقت أدخلت إلى مدرسة كامبرج من أرقى مدارس أمريكا بعدين دخلت أرقى جامعة في العالم هارفرد هذه اللي ما تسمع ولا تشوف خلصت الجامعة بأربع سنوات بامتياز من مرتبة الشرف ألفت كتاب ترجم لخمسين لغة من اللغة العربية قصة حياتي هذه صارت من أعلم أهل زمانها لا تشوف ولا تسمع ولا لا في زماننا عبرة الشيخ منباز إمام هذا الزمان لا يبصر فقد بصره لكن عنده هم عالي وعطاه الله فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور يا أخوان اللي هم هم بحياته إنه والله يلاحق البنات والله يقحصوا بسيارة والله يقعد بالشوارع والله يسر الليالي والله هم العالي إنه يلعب بلاي ستيشن إن شاء الله شوفوا الهم العالي شوفوا القمة اللي عنده مسكين هذا ناس همها أن تفتح بلاد الأرض سمعتم بنور الدين زنكلي هذا نور الدين يعني من أئمة الزمان في الجهاد في سبيل الله صنع منبر وكانت فلسطين محتلة صنع منبر لفلسطين للمسجد الأقصى وأخبر الناس كلهم صنع المنبر وسنفتح فلسطين وبدأ يسير الجيوش الناس لما سمعت المنبر صنع ثارت همتها خلاص وأنا سمعت قبل أيام أن أن الحاكم الشرعي في فلسطين اللي هو إسماعيل هنية دكتور إسماعيل هنية أمر ببناء المنبر الجديد للمسجد الأقصى أمر ببناءه يعني جهزوا نفسكم يا أخوان وأنا أخوانا في المسجد الأقصى حول المسجد الأقصى في القدس أخبروني قبل تقريبا شهور في الحج ليس الحج هذا اللي قبله قبل سنة وشوي قالوا لي يا شيخ والله بدأنا الآن نفكر في الوفود التي ستحج أو ستزور المسجد الأقصى وين نسكنها وين نقعدها من الآن نجهزين المكان للوفود التي ستأتي تشد الرحالة إلى المسجد الأقصى نور الدين زنكي هذا اللي سواه ثارت الحمية في الأمة وحرك الجيوش سنفتح بيت المقدس سندخل المسجد الأقصى وبنينا المنبر وجلس عشرين سنة يحرض الناس ومات الرجل ولم يستطع دخول فلسطين لكن قام رجل من أتباعه اسمه صلاح الدين يكمن المسيرة فسار بالجيش صلاح الدين وفتح الله عز وجل على يديه وجاء المنبر نفسه الذي بناه نور الدين زنكي فوضع في المسجد الأقصى وفتحت فلسطين همة عالية حركت أمة كاملة وين همتك بما تفكر أنا الإنسان اللي يقول لي أنا بس أبي أنجح بالمدرسة هذا الله عين على نفسه لكن اللي يقول أنا راح أصير إن شاء الله ما راح أقبل بأقل من الدكتوراه لا تقول لي شيخ العوائق أمامي ما عليك عندك همة توصل والله لو طالت بك السنين والله لو تبر عليك السنون بلا يعني محاولات بس ستطعت أن تفعل سوف تفعل إن شاء الله يوم من الأيام لكن اجعل لك هم عالي تحفظ القرآن سهل أمره عمره ستين سنة والكبير صعب يحفظ قررت أن تحفظ القرآن فحفظت كتاب الله عز وجل كاملا مو جزء لجزئين حفظت القرآن كاملا يقول ابن القيم أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم تب النعيم اترك النعيم في الدنيا اسعى لهذا النعيم في الآخرة اسمع اسمع لهؤلاء الناس الذين وصلوا إلى القمة إلى الأعالي هذا رجل اسمه طلح بن عبيد الله شوف إن وصل يقول النب صلى الله عليه وسلم من أحب أن يرى رجلا من أهل الجنة فلينظر إليه يمشي حي طلح بن عبيد الله من الناس الذين قضوا نحبهم شفت الآية من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه في واحد كان يمشي ما قضى نحبه حي وكان النبي يقول لأصحابه هذا من من قضى نحبه يعني كأنه خلاص هذا هذا ضمن الجنة من المؤمنين رجال صير منهم من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا خلك من هؤلاء الرجال الذين بإذن الله عز وجل يفتحوا الله عز وجل بهم الأمة ما ندري هل مئات الجالسة يمكن يطلع واحد منا ممن يفتح فلسطين ليش لا نبص عسلم أخبر أن المهدي في زمن المهدي يدخل الجيش وين يروح جيش الإسلام يدخل أوروبا يفتح الرومية وين الرومية إيطاليا بلاد الفاتيكان هناك يفتحها المسلمون شفت البلاد المسيحية النصرانية اللي كلها نصارى يعني مثل ما نقول مكة بالنسبة لهم الفاتيكان إيطاليا هذه سيفتحها المسلمون يمكن أن تكون أنت منهم وهم في هذا الفتح يتقدمون 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 الشيطان يصرخ الشيطان الآن خايف وينه صلاة؟ افتحوا أوروبا كلها صلاة والناس يفتحون يصلون لندن هذين أوروبا كلها تصل إسلامية فيصرخ الشيطان فيهم كاذبا يقول إن الدجال قد خرج فيكم ليش؟ علشان؟ يرجعون الدجال طلع وهالين هناك كل واحد يرجع لأهله على الأقل الدجال أعظم فتنة هذه والدجال ما خرج لكن بعد كلامه بقليل يأذن الله له بالخروج وهما كان خارج فش يسوي القائد المسلم في ذلك الزمان؟ يبي يتأكد يرسل طليعة طليعة تطلع من أوروبا ترجع وين؟ الجزيرة تبي تتأكد الدجال طلع ولا ما طلع شنو الطليعة هذه؟ عشر فوارس أهل خيل فرسان ناس أبطال شجعان يقول لندن صلى الله عليه وسلم أعرف أسماءهم يبكي يطلع واحد مننا صح ولا لا كل واحد فينا يتمنى يكون منهم يقول أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على وجه الأرض يومئذ خير المجاهدين في ذلك الزمان كلهم يتقدمون ليستطلعوا الأمر أخرج الدجال الأم لم يخرج حط لك هم عالية من سأل الله الشهادة بصدق لو كان صادق من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإماته على فراشه اللي عنده نية عالية ما يضيع وقته اللي عنده هم عالية بيوصل للقمة يحط له هدف يقسم يحط له وسائل يحط له بكل شيء تبي توصل للقمة بالدراسة بالتجارة بالعلم بالعمل بأي شيء نافع أخرى يحط له بكل شيء وإذا عندك هم عالية حط لك هدف والهدف يكون واقعي وتحط لك وسائل ورح توصل بإذن الله عز وجل أما أنك سبهللة جالس ما تعرف متى تقوم بعض الناس لما ينام وتصدقون والله في ناس ينام حتى الساعة محاطة ما يدري متى يقوم صدقون في ناس شذي يقول أنا متى ما قمت قمت والله شذي حياتك رائعة شالحياة هذه لا عنده شيء اسم قيام ليل لا يعرف شيء اسم صلاة فجر لا يقوم من الصباح الباكر يحفر الأرض يكدح حتى لو الأجل الدنيا لكن يعمل رجل عنده هم عالي في ناس أبدا أبدا ترى ماكو شيء حياته ما يدريش عايش أصلا لا تقول لي يا شيخ ما أقدر ما في مجال لا في مجال لو تريد أن تعمل في مجال لكن ضعلك هدفا ستصل إلى القمة بإذن الله عز وجل إذا أردت أن تصل وما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابا وما استعصى على قوم مثال إذا الإقدام كان لهم ركابا إذا أردت أن تصل بإذن الله عز وجل ستصل فإذا عزمت فتوكل على الله طريقنا إلى القمة شاق لكنه لذيذ وممتع وإذا وصلت إلى القمة هناك الراحة هناك الراحة استعم بالله عز وجل ولا تعجز وابدأ من الآن ضعلك هدفا في الحياة وبشر إخوانك يوم من الأيام بأنني قررت في ذلك اليوم وفي ذلك المخيم نويت أن أفعل كذا وكذا وأعانني الله عز وجل ووصلت إلى ما كنت أريد أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهي ترجمة نانسي قنقر